اشتركوا في القناة يولد من دوح ليثي في الأول من ديسمبر عام 1937 بمنطقة فورم الخليج لأم يعمل موظفا في وزارة التموين وعندما أصبح من دوح ليثي طالبا في الثانوية العامة أصدر مدلة باسم الشارع وكان يبيعها بقرشين مثلها مثل الجرائل والمدلات الموجودة في ذلك الوقت أحسن الخير وشكرا من دنيا عن محضوركم أحسن لمدوقعت شكرا من المهاردة أنا جاي حتى أنا مش محتاجة لدعوة أنا أنا أجي عشان تقديم من دوح ليثي وأنا شايفة أنه مجمل الأعمال مجمل الأعمال الفينية اللي كانت باستعراضها حاليا وتجعل فعلا أن المؤسسة الإعلامية كانت تمشي على البلين السلام عليكم بالحقيقة من دوح ليثي لكن التجربة الإنسانية كاملة على بعضيها ما كانش شخص الوحده كان مجموعة من الناس تجمعوا في شخصي وأنا عرفت من دوح ليسي من أول ما دخلت الجامعة سنة واحد وستين في طلقاته زي يوسف وانت أروح أزور أخويا رحمة الله عليك أستاذ محمود السعبان وقابلني راجل زابط يوسفاشي ويسمونا نقيب يميها كان يامل واحدة بالمصر والسوريا فالتقلت بالنقيب ممتوح ليسي وفضل تلقتي بيه لغاية ما بقى نقيب إنه قباع بتو الفرنين كلهم وكانت تلقتي خاصة جدا ومتوسعة جدا وانا من الناس اللي شاهدوا على جوازه دوم جوازه وانا وعادت للماني وكانش هيل هالحكادي على طول يقول انت ده بستاني سيبك عمر من الكلام ده الله يرحمه وبعدين في العشر سنوات الأخرانياتين كنت تقريبا مفيش جنازة أو عزب نروحه إلا ومندوح ليسي متسيد الموقف يعني كان رأي مجامل وكان بني آدم عنده عشق حي للناس مساء الخير أنا مش محطرة حاجة لكن لكن حقول إنه أستاذ مندوح كان إنسان قوي وكان صحي قرار وكان يعني يا ودا ليه أي طلب في خلال شغل أو في أو أي حاجة أنا محتاجها وهو بيشوف إن الطلبي ده مش دلع إن الطلبي ده جند حتلاقي أخذ القرار في ثانية وعملها وودا للأوكي ما ننساش في الهجان وفي بداية حياتي الحقيقة أستاذ عمر تم معانا مساعد نفتكر وأستاذ عمر ابتدى معانا من السفر برضو يعني ما ابتداش عشان إبن مندوح ليسي لا تاعب وشيء عشان يبقى الدكتور عمر الليسي مندوح ليسي لم يعود يرى مصر لم يعود يرى مصر لم يعود يرى مصر الذي عمل من أبيها حقيقة ربطني نفسي مندوح ليسي المكان الولادة والمدرسة السنوية اللي برهانية السنوية لم نكتمع سويا من المتد بعدين ولكن ما جمعاني والسفر برضوح ليسي إنها كنت بقدم عرض عاملة سنة ٧٥ في أكلام الفلون ومحتاج تلاتين جنيه هذه الليلة عشان غدا نبعرض ومعيش تلاتين جنيه عشان جين ملائة بسبوع موسيقى ممدوح رحمة الله عليك سنفتقدك كثيرا جدا سنفتقد رؤيتك الفنية سنفتقد إدارتك في قطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج الإعلامي سنفتقدك صديق وأخ عزيز أنا بالذات عمر طويل بصداقة كثيرا برحب الفنان أحمد شاكل معنا في قوة أخبار اليوم أهلا بك وأنا سعيدنا معاكم النهاردة وتعيدنا في يوم حفلة تأمين الكاتب الكبير ممدوح الليسي النهاردة وإحنا نحتفل بحفلة تأمين الكاتب الراحل الممدوح الليسي نهارة أنا أحسازي بالأستاذ ممدوح أنه هرم فني أضاف لمصر كتير وخدم مصر في مجالات كتير يمكن أن الناس تعرفوا أكتر من الدراما التليفزيونية من وقت تولير رئاسة الطاع الإنتاج بس إحنا كفنانين نعرفه أكتر من كل إسهاماته سواء في النقابات الفنية سواء في الدراما التليفزيونية اللي خلى مصر من أهم القوى النعيمة في الشرق الأوسط من خلال الدراما التليفزيونية الخاصة بيها في وقت كانت السينما يعني وقت ما ابتدى الأستاذ ممدوح كانت السينما بتميل لتقديم اللون اللي قايم على الترفيه أكتر أو الأفلام اللي هي مدة السبعينات زي ما بنقول كان هو سعيد أحط في ذهنه أنه يعمل اتجاه تاني خالص مغير ودي نظرية ذكية جدا جدا وهي البوزيشنينج حتى في فكرة الاقتصاد والعرض والطلب العالمية يعني أحدث الأفكار اللي في 2014 نهاردة بتقول إن أنا إزاي أعمل شيء مغير والشيء مغير مهم وإزاي أحط الفن المصري في قيمة كبيرة جدا جدا فإحنا شاهدنا دمعة ولمسنا صراحة ما كنتش مصدق إن الكوكبة دي كلها تحضر بعثنا الدعوات والاتحاد العام للنقابات الفنية هرس على إنه المكان اللي تواجد فيه ممضوح الليسي في خياته اللي سبقني باشارة هرس المكان كله إن احنا نحتفل يوم ونكرر ممضوح الليسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر